من اجل انشاء قناة نجحة على اليوتيوب بنسبة 100% لازم تعرف ايه هي التطبيقات اللي ممكن تساعدك في انتاج محتوى على اليوتيوب والنجاح بشكل اسرع والوصول الى اكبر عدد ممكن من المشاهدات وزيادة ارباحك لان الموضوع في مئات الدولارات والاف الدولارات ركز بقى معايا لان حمشي معاك بالترتيب وشكل موضح ومفصص علشان تفهم لو انت بموبايلك بتصور الشارع والطبيعة فانت محتاج لاما اليوتيوب نفسه بيطلب من حضرتك انك تصور فيديوهات حقيقية يعني انت بنفسك اللي تصورها فهنا لو جينا بصينا على الكاميرا وتطبيق الكاميرا نفسه هو تطبيق مهم جدا 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 تقدر من خلاله انك تصور سواء امامية او خلفية براحتك يا صديقي اللي انت عايزه وهنا بصراحة انا شايف ان التطبيق ده مش بيقصر معايا ولكن في البعض الاخر بيقول لحضرتك ان تطبيق اوبان كاميرا من افضل التطبيقات اللي ممكن تستخدمها ولكن بصراحة وجهة نظر مختلفة لان اوبان كاميرا بيعتمد على الموبايلك القديمة شوية فانت لو موبايلك قديم ممكن تشتغل باوبان كاميرا اما لو موبايلك جديد زي اس تين نوت تين الموبايلك في الرنج ده سنتين فاتوا فالكاميرا بتاعه تطبيق كاميرا حلو جدا جدا لو بتصور الحياة الوقعية اما لو حضرتك بتصور وبتصور الشاشة وتطبيق الشاشة لاي لعبة من العاب فانت ممكن تجيب لقطة الشاشة لقطة الشاشة او تسجيل الشاشة ده او تسجيل الشاشة ده من الموبايلك نفسه وبصراحة يعتبر افضل تسجيل وانا شغال بيه في المتواحد فكرة بقالي كتير جدا 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 وموجود تقريبا في اغلب في اغلب في اغلب في 95% من التلفونات طيب لو مش موجود فانت عندك سكرين ريكورد ولكن سكرين ريكورد مقرف شوية في استخدامه انا شايف اني لقطة الشاشة او تسجيل الشاشة ده افضل بكتير جدا وهنا لو احنا بنصور الموبايلك والشاشة الموبايلك او بنصور الحياة الوقعية بعد لما خلصنا تصوير محتاجين نعمل منتاج علشان تعمل منتاج عندك واحد اتنين VN كابكت VN وكابكت يعتبروا من اهم تطبيقات المنتاج على الموبايلك في 2021 و22 و23 و23 و24 و25 و26 و27 الى ان نموت لأيه التطبيقين دول بيتطوروا بشكل مستمر عكس انشوت يعني انشوت ما بيتطورش بنفس التطور كابكت وVN فانا شايف ان حضرتك لو عايز تعمل منتاج عندك VN وعندك كابكت وحنشرحه من شاء الله الاتنين بالتفصيل الحلقات اللي جاية ماشي يبقى حضرتك علشان تعمل منتاج عندك VN وعندك كابكت علشان تصور عند حضرتك الكاميرا او اوبين كاميرا علشان تسجل الشاشة عندك تسجيل الشاشة من الموبايلك خلصت الكلام ده كله ايوا خلصت الكلام ده كله محتاج ايه بعد لما خلص محتاج ان انا ارفع الفيديو بتاعي على اليوتيوب فانت محتاج يكون عندك اليوتيوب او محتاج يكون عندك استوديو اليوتيوب فاستوديو اليوتيوب ظهر فيه خانة جديدة هنا علامت الدز holc ق morgen ترفعه من خلالها الفيديو بتاعك يبقى هنا حضرتك محتاج تنزل تطبيق ستودي اليوتيوب ومحتاج اليوتيوب ومحتاج جوجل كوروم التلاتة سيفيدوك جدا في رفع فيديوهاتك ونشرح لك بالتفصيل في الفترات والأيام اللي جاية كيف ترفع فيديوهاتك بطريقة احترافية طيب ايه لازمة الحلقة دي الحلقة اللي انا عملها دي لازمتها ان انا اوضح لك ده باستخدمه فيه ده باستخدمه فيه ده باستخدمه فيه هنا لو عايز في اي دي اي كيو هو تطبيق مهم جدا وحنشرحه علشان تبدأ تجيب الكلمات المفتاحية القوية اللي حضرتك هتبدأ تنافس عليها وحنشرحه برضو بالتفصيل كل حاجات دي لها شرحات داخلية ومهمة جدا بس حضرتك لازم تفهم ان ما ينفعش اشرح لك الكلام ده في 3 دقايق كل فيديو من ده كل تطبيق من ده عايز 3 ا4 حلقات حرفيا 3 ا4 حلقات بس انا بقولك التطبيقات اللي ممكن تستخدمها علشان تعمل كلمات مفتاحية وعناوين نيجي العناوين فعندك شات جي بي تي هتستخدمه للعنوان والوصف والكلمات المفتاحية بالاضافة الى ده في اي دي اي كيو خلصنا لا ما خلصناش في حاجة اسمها الصورة المصغرة فالصورة المصغرة انت محتاج لها انشوت وكانبا اللي اتنين يعتبروا من اهم التطبيقات اللي ممكن تشتغل عليها من اجل انشاء صورة مصغرة احترافية بنسبة مية في المية كانبا ممكن تستخدمه للاحترافية شوية انشوت ممكن تستخدمه للروتين والطبخ وتقدر تستخدمه لو انت بسم الله ما شاء الله عليك معاك خمسين جنيه بشكل شهري تبدأ تشترك فيه سريع على تساعدك بعض الخدمات تزيادة بعض الكتاب على الصور تلوين الصور التباين الحاجات دي مهمة جدا برضو ستبدأ تشتغل عليها يبقى احنا بالتفصيل وبالروحة احنا محتاجين ايه من موبايلنا الموبايل بتاعنا محتاجين منه ان احنا نصور معانا تطبيق يصور معانا تطبيق يصور معانا تطبيق يرفع معانا نجيب عنوان معانا تطبيق يجيب عنوان محتاجين ان احنا نعمل كلمات مفتاحية معانا تطبيق يعمل كلمات مفتاحية محتاجين ان احنا نعمل صورة مصغرة معانا تطبيق يعمل صورة مصغرة الباقي عليك وهو انشاء محتوى ويكون محتوى زو بحث محتوى اساسي محتوى الناس بتدور عليه بشكل يومي وليس محتوى فرعي والناس بتدور عليه بشكل مؤقت بصورة شهرية او محتوى موسمي شغال لمدة شهر او لمدة يومين او لمدة 3 ايام وبعد كده بيقف زي مثلا الترندات الترندات مش شغالة بشكل مستمر فيه فيديو ممكن يضرب معاك وفيديوهات ما تجيبش ما تجيبش ما تجيبش فعايز حضرتك تفهم ان موضوع انشاء محتوى احترافي مهم جدا علشان حضرتك تبدأ تستغل التطبيقات دي للنجاح على اليوتيوب بنسبة 100% هذه التطبيقات لو حضرتك عايز تعمل فيديوهات خلال التصوير او سكينين لكورد لكن فيه محتويات اخرى انت ممكن تشتغل عليها هنبدأ نشرحها الفيديوهات اللي جاية ونبدأ نتكلم عليها زي مثلا لو عايز تعمل افطار لو عايز تعمل ايموجي على وشك وعلى فكرة كاب قط بيعملها وحنشرحها وحاجب لك كمان لو عايز تعمل قصص تطبيقات علشان تعمل قصص وتشتغل عليها وفيه قنوات بتحقق والله العزين 3 والله العزين 3 مئات الدولارات والله مئات الدولارات والله مئات الدولارات مجانا من موبايلها والله مئات الدولارات بالموبايل بالتطبيقات المجانية مش محتاج انك تدفع والله ما محتاج انك تدفع محتاج انك تشتغل بذكاء بس هي دي التطبيقات اللي نجحت ناس كتير جدا انت لازم تطبيقات تكون عندك علشان تنجح على اليوتيوب لازم تنزلها وتبدأ تشتغل عليها وتفهم كل واحد محتاج منه ايه وتعرف هتستغل جوجل كروم عشان تدخل جوجل ادسنس مينفعش يبقى عندك جوجل ادسنس اكد ان انا هنا لنجاحك على اليوتيوب وتفهم ان تطبيقات دي مهمة جدا 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 ولازم تستخدمها حرفيا لازم تستخدمها شكرا لجميع تحياتي كان معاكم المرجع الاول اللي منشل محتاجه على اليوتيوب يوسف الباز في فيديو مهم جدا تقدر من خلاله انك تنجح على فكرة انا شرعت لحضرتك شجي بتيه الفيديو اللي فات مهم جدا لازم تستخدمه هو وموقع حينجحك بنسبة 100% قصما بالله جوجل برد ده سبب نجاح 95% من قراط اللي عندي اللي انا بديرها والله 95% من دول من دول نجحين بسبب جوجل برد مش بسبب زكاة المتوحة فكرة متخيل؟ وصلت معك؟ لجدت؟ شكرا لجميع